بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام وعلى شرح المرسلين نواصل شابتة 4 نحل إن شاء الله هذا هو سامبل بروبلم 4 1 هذا سامبل بروبلم يعطينا هذا هذا المكان الموجود عندنا هنا يقول لك يعطيني ويطلب منك المركز اهتقلت باع الجسم هذا كله أولا هنتبع لي هو الكمبوزيت نقول إنه هذا الكمبوزيت فرياء نقسمه إلى لاحظة هنأخذ أولا ريكتانج هذا هنا هذا عندنا اللي هو ريكتانج مستطيل هذا بعدين هنأخذ المساحة تبعه هل هو حيضاف أو حيحذف لا ومادام في مساحة موجودة هنا فهو حيضاف هنحط هنا إنه مساحة حدكم بالبلاس طب الأكس بار لاحظة هنا المرجع عندي هنا هذا هو المرجع عندي إذن البداية هنا المركز تبعه حيكون موجب ولا سالب لا حيكون موجب لأنه حيكون اتجاه الموجب بنسبة لأكس بار والواي بار نفس الشيء كلهم موجب بالنسبة للمثلث لاحظ معي هنا جيدا في هذا المثلث هذا المثلث طبعا مساحة مضافة لكن الأكس بار تبعه فرضا إنها موجودة هنا الأكس بار تبعه في اتجاه الموجب في اتجاه الموجب الواي بار تبعه لاحظ هل هي بيه في اتجاه السال موجب أو اتجاه السال لا الواي بار تبعه تحت اتجاه السال إذن سيكون في السالح السميساركم هذا نصف الدائرة الموجودة عندي هنا سيكون بالموجب الطبعاً الx bar تبعه وال y bar والx bar تبعه وال y bar تبعه وسيكوناً في hine активة الموجب الدائرة الموجودة عندي هنا المساحة تبعها هي مضافة محذوفة نحن حدومة في المساحة ستكون بالسالح لكنه في attempts إذن ستكون بعدين نجمع كل المساحات هذه المناخوة نتجتهين نشوف هنا قلنا أن هذا هو الشكل العام المربع هذا أضفناه ونضيف عليه المثلات الموجود هنا تحت ونضيف عليه نصف الدائرة الموجود عندي هنا ونحلف من الجميع اللي هو الدائرة هنا حسبنا المساحات اللي قلنا من شوية هنا طبعا جبنا سأل لأننا خلفناها X bar كيف جبنا 60 60 وال40 لاحظ هذا المستطل اللي هنا طوله كم طوله 120 إذن X bar تبعه 60 هاي تبعه 80 إذن 40 بالنسبة للمثلات الموجود عندي هنا قديش طوله البيس تبعه 60 إذن Y bar تبعه حتكون كم حتكون 60 قسم الثلاثة إذن لاحظ 60 قسم الثلاثة هذه هي ال Y bar وقسمناها على ثلاثة وهي بالسالب إذن ال High تبعه اللي افتفاعه تبعه كم 120 قسمها على ثلاثة تعطيك كم تعطيكها في عين تسوي نفس الشيء بالنسبة للدائرة هذا كلهم وهنا أيش تسوي تأخذ ال X bar هذه تضربها في الأرياء هذان الاثنين يعطوك إيش هذا نجمعهم كلهم يعطوني اللي هو ال Q Y بعدين نأخذ ال Y bar نضربه في المساحة يعطيني Y bar في A ونجمع الجميع هنا يعطيني اللي هو ال Y X طبعا هذه مجموعة المساحات جمعناها أعطاتنا نتجها ال X bar إيش تسوي نحن نعرف أصلا أنه ال X bar إذا ضربناها في مجموعة الأرياء أنها تساوي ال Q Y إذن ال X bar إيش تساوي تساوي ال Q Y مقسم على مجموعة المساحات انتبه للوحدات إذن ال X bar تساوي 54 نفس الشي ال Y bar نخلنا ال Q X قسمناها على مجموعة المساحات طبعا نتبعنا ال 6 و 3 إذن ال conclusion هنا خلاصة هو أنه مركز الثقل تبع هذا الشكل أو سنتري تبعه يبعد عن النقطة هذه تجاه الأمام هنا كام 54 وفي التجاه الأعلى تجاه ال Y أكسل يبعد 36 مدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر